اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف تروح بعض عجيبة باثنين كيلو و هنوريكم ان شاء الله سيزادة بتعمل ازاي ربنا اكرمك اكد بسمك كلماري طبعا دي النار اللي احنا هنعمل اذا الشاي تبواتي الشاي تبواتي و دي المنطقة جميلة زي ما تشاهدين كده هنا فيه زي جبالة اواتي الخور شط كخري يعني اهو و دا البحر البحر هادي جدا بس طبعا احنا ما نعرفش نزل لانا الماء هتبقى ساعة يعني اهو احنا هحطين السمارة بتاعتنا ايه ونشوف اللي ايه ايه اللي هيتم ايه طبعا في راحة الطب بتاعتنا النهاردة والفحر والجمال والسخور اللي دوره وكل حاجة اكتشبت حاجة جميلة جدا من هنا تحت السقور اقرب كده يا شعيب النبتة الغريبة ما اعرفش دي من انواع الصبرات ولا ايه وطلعة جميلة و زهرة صفرة اهيه دي كلها زهور و هتطول لقد ايه ما اعرفش الغريبة انها طلعة من تحت الصخرة يعني زي الجزع ده او الجزر ده خرج من تحت صخرة اهو اهو انما دي صخرة اهيه صخرة ايه دي بقى احنا ما نعرفش حتى الجماعة اللي هنا اللي هم عايشين في المكان نفسه هم مش عارفين ايه هي اهيه اللي يعرف اللي يعرف يتواصل ويقول لنا ايه هي دي اللي يعرف يقول لنا ايه هي دي و ازاي و خرج اللي من تحت الصخرة كده بالطريقة دي اه في التعليقات يعرفنا ايه اقرب بقى نصورها من خرب كده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم منظر جميل منظر طحفة اللي طبعا الجبل مليان اه انواع الاعشاب المختلفة وكل حاجة لها حاجة بس المنظر دي شديني جدا وخلاني فعلا اه قلت لازم نصوره ونزلوا لحضراتكم واللي يعرف ايه هو ده يقول لنا هو ممكن يكون هو من انواع الصبرات الغريب انه خرج من تحت دي صخ وخرج من تحت ده هوت من الجذور دي ودي خرجها ايه دي خرجها بشكل والتانية زيها سبحان الله سبحان الله منظر جميل جدا تحفظ الجمال وطبعا كل الجبل هنا اعشاب وفي صور وحاجات زي كده هنرجع تانية للبحر ونكمل رحلة الايه الصيد معاكم ان شاء الله وده الشاي نرجع مرة تانية بالشاي هوت نحطط على النار خلاص هاي السوي وراحته بعد كده نشرب على اصوات الابواد والهواء الجميل واخواء الشتاء ونشوف كده ربنا ان شاء الله يرزقنا بانواع من الاسماء شعيب طلع سامك هيا حمرة هيا هذا النار هل هل ستور بيها الكلماري صح يا شعيب هذا النار ما نستور بيها الكلماري لما نستور بيها الكلماري هذا هو ونستور بيها كماء أكله سمكة المشي من تحت سنانيرة كمية كبيرة حلاص بتمشي ديه بتعوم وبيجي عليها سمك الايه الكلماري. هو يحدفها دلوقتي وهنشوف ربنا بيأسر ويبعت رزقنا ان شاء الله. يا شعيب. صب يا شعيب. شعيب دلوقتي طلع الشاي وبيصب. ماشي. ده شاي الزرده اللي بيقول عليه هنا في مطروح. سوف يعمل ازاي. خد يا شعيب. هو رحلة موفقة ان شاء الله. واجمل ما فيها ان احنا في الشتاء بس الجو جو صيفه جميل. والدنيا ربيع هنا بسم الله ما شاء الله. اشتركوا في القناة